انا عايز اخدك لحاجة كده يعني فردوس عبد الحميد زي ما قدمتي المرأة البسيطة زي ما كنا احيانا بنشم ريحة مصر في ادوارك وقدمتي كمان مرات الزعيم طبعا احنا بنشاهد ده الناصر 56 عن حقبة 56 وطبعا الزعيم جمال عبد الناصر وتحية زوجة جمال عبد الناصر مخرج العظيم طبعا يعني محمد فاضل والسيناريست الكبير الله يرحمه محفوظ عبد الرحمن يعني لماذا اختار الاستاذ طبعا محفوظ عبد الرحمن والمخرج العظيم محمد فاضل ظهور تحية وظهورها في لقطة فيها امومة يعني الام اللي وراء الزعيم وبيته الحنان الاهتمام لان هي كانت فعلا كده هي كانت برضو نفس النوعية يعني قصدي هما اصروا على وجود المشهد ده عشان يعلوا به رغم انه الفيلم على حقبة معينة بتاعت 56 ولكن هو اصر بانه تبقى تحية موجودة في الفيلم لانها فعلا كان لها اثر مهم انها كانت بتقي من كل مشاكل الاسرة يعني كانت هي عليها كل الاعباء الاسرة والولاد والتربية وكده وهي كانت زي اي ستة مصرية حتى طبقة متوسطة يعني كانت بتشرف على الطبيخ اللي هو الاكل يعني بتشرف على ملابسه زي اي ستة مصرية حنونة بتشوف الولاد فكانت من الشخصيات دي يعني الدور ما كانش كبير بس هو دور مهمة قوي ولانك انت برضو بتأكدي على شخصية الزعيم يعني ده الجانب الاسري عنده يعني اشتركوا في القناة